لقاءنا اليوم ان شاء الله يتجدد مع سمشة العيفة والاسم العالمي او الاسم العلمي ملك فش طبعا يا جماعة الخير يسمونها الفلبينيين يسمونها تنقوس عدل تنقوس يسمونها وهي من افضل الاسماك عند الفلبينيين طلبوا من عندنا الجمهور وصف هذه السمشة مرة ثانية لان ما ركزنا عليها قبل وعلى وصافة كل اللي ركزون عليها الشباب او اللي سوينا قبل ان نطر بطنها وناخذ من ناحية البطن لان ناحية البطن ما فيها عظام وايد وهي كثيفة العظام وتعتبر من فصيلة الحف والسبور وفصيلة اليواف والبونك وغيرها من الاسماك اللي هي كثيفة العظام ولكن يا جماعة الخير اليوم بنعطيها اوصاف ثاني على اساس نقرب للجمهور معلومات كاملة عن شكلها اه طبعا بان اول شي بنبدأ بالشكل نبدأ من البوز اه طبعا البوز يا جماعة متوسط لب تنبوزي ولا بدعمه شو هو يا جماعة متوسط هذا مش مدبب وايد يعني ولا بدعمه الدعمه اللي يكون اجزم اذا كان بوزها اجزم اه يكون تغويسة البوز يا جماعة اه مغوس وايد لكن هذا الوصف التنبوزي اللي هو اه لب بوز ولا بدعمه المهم يا جماعة الخير خلنا نرجع للصفات يا جماعة خلنا نشوف صفاتها اول اليوم اهم شي نشوفها عدل شوفوا الصفات يا جماعة خلنا نقرب للعيان اه صفات العفا شوفوا الصفات يا جماعة اه ملون كل صفتها يا جماعة فيها الوان كأنها مرسومة ما شاء الله الناحية البطنية اه لون فضي اه والناحية طبعا اللي في النص تقريبا غبري على املح زين على لاسي طبعا هاي كلها مسميات الوان اه تراثية اللاسي والاملح اه والغبري الغبري هو اللي يمين للسواد من فوق شوية وهو يدرج يدرج يا جماعة وفيها الوان البرقع تحيدون البرقع يا جماعة في الوان تشبه البنفسجي او الوان تشبه الوان الطيف شوفوا يا جماعة لمعة من كل زاوية فيه لمعة معينة وهذا طبعا يدل على اه حكمة الله في تصميم هذا اللون او في خلق هذا اللون زين بنرجع على العيون العيون يا جماعة تيلية تيلية يعني مدورة اه وحلوة وسوادة تواضحة شوفوا العيون يا جماعة الخير محلاتها اه شو بعد عندنا عندنا شيء اه فوق العيون غلاف اه يشبه اه غلاف الهلامي او غلاف اه مثل الزجاجة يحمي عينها من الضربات وبعض الاسماك فيها مثل سمتشة الشيم وبعض الانواع من البياح في ايضا هذا الغلاف اللي يحمي عينها بعض الناس يقصون هذا الغلاف يقصون او انه مسهج شوفوا هذا كلام غير صحيح يا جماعة وخاصة في سمتشة اه الشيم ما يجوز يا جماعة نقول شيء وهو غلط زين خلنا نرجع الى الخط هذا يا جماعة شوفون هذا الخط هذا الخط يا جماعة هو اه خط الاستشعار تستشعر الاسواد تستشعر الموجات في البحر تستشعر كل شيء اه ويعتبر هو الاريل ما لها الاستشعار او اه الاحساس اه في السمتشة ويعطيها اه مسيرتها مع المجموعة ويعطيها كل شيء وقراءات معينة لا تنسون يا جماعة الشعروفة اه شعروفتها يا جماعة دايما تكون مرتكزة ونشوفها في البحر ونشوف أيضاً الذيل ظاهر من البحر بعض الأحيان يوم تكون مغافية فوق. آآ شو مواصفات الذيل يا جماعة بتحصون الذيل اليمب العلوي شوي أطول من اليمب آآ التحتي شوفو يا جماعة شي ما يلاحظ بس خلنا نرتفع فوق شو هو عدل ولاحظوه لو سويت مسافة وقلت لكم شو من السمج اللي تشبه شوي اليريور في آآ التساوي في الشعاري في الذيل الزعنف الفوقية أو الزعنف التذيل الفوقية أطول من آآ التحتية أيضاً فيها زعانف جانبية حلوة تشبه الجناح شو محلات جناح ولها لون طبعاً أسود ويتدرج بالألوان اللي تشوفونا أمامكم شو محلاتها زين لا تنسون لحمها الطيب اللي تكلمنا عنها ووايد هذه هي العفاة يا جماعة الخير لا تنسونها وهذه هي مواصفاتها بسم الله إن شاء الله بنبدأ مايدتنا اليوم العامرة عامرة بالخير والنعمة بفضل من الله سبحانه وتعالى شوفوا المايدة يا جماعة بنفاجأكم بالسمج اليوم طبعاً يا جماعة نحن نحبب لكم السمج ونقدمه بأحسن طريقة على أساس تستفيد الناس وتكتشف أنواع كثيرة من السمج طبعاً بنبدأ الآن يا جماعة نرويكم السمجة طبعاً السمجة واضحة جدامكم بطن العيفة بطن العيفة يا جماعة الآن انتشر بدأت الناس تستاكل وطبعاً لا تكبرون العيفة الكبير ووايد يا جماعة اللي فوق ثلاثة كيلو أربعة كيلو في يوم يسوونها 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 مالح على أساس يا جماعة الخير تخوز عنها الزفرة لأنها زفرة في العودة ولحمها معصبط شوي في يوم يسوونها رزيم تكون وايد حلوة وتطلع منها زفرة ويلين لحمها شوفوا الحشوة يا جماعة الخير شوفوا بس قلنا بنرويكم على أساس نحببكم لسمجة العيفة الآن بنغرف خلنا نغرف شوي عيش عشان ناخذنا كم منبلح منها ونخلي الباقي حق أفراد الأسرة الكريمة هذا يعيش بالكمول زين يا جماعة الخير شوي ما بواي دعيوش عن الكروش دعيوش سوي كروش زين زين يا جماعة الخير الآن بنبدأ الآن بنبدأ يا جماعة نشوف نرويكم العيفة خلنا نشل الحشو شوي الحشو هذا زين يا جماعة بنأكله يا العيش يحلي العيش زين يعطي نكهة طبعا يا الرابع الآن بنبدأ نشوف الشحم طبعا الشحم كما تشوفونه يا جماعة دايما عند الرابع موجود في بطن العيفة وثابت والبلح يا جماعة هذا بلحة وايد هتي هتي يعني لذيذ جدا يا الرابع هني بنبدأ عادة نبطل شوفوا يا جماعة هالي الهبرة فيها بعض العظام لأننا نحنا بعض الأحيان نقصة غليظة وايد يعني ناخذ من فوق هالي العظام يا جماعة عادية مثل أي سمشة لأنه هي عظام العيفة من الظهر ورايح تيك شرى الشوك الوايد خلا نطالحها عدل شوفوا يا جماعة وايد حلوة وايد لذيذة خاصة العيفة من المساكر مش عيفة الظهر يا جماعة الظهر يعني البحار المفتوحة عيفة العيفة غير أما ما لأماكن الضحلة طيب وايد وطعامها يشبه وايد يعني تسعين بالمئة طعامها مثل البياحة وخاصة اللي تقلناكم يا جماعة ترعى في المساكر اللي ترعى في المساكر يا جماعة وايد وايد شبه بينها وبين البياحة اللي هي تعرفونها زين خلاصة الحين خلصنا السلام عليكم مرحبا 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 عبد الله بختصر لك الكرام عمري ماكلت العيفة عمري ما تقربت العيفة اللي عرف عنها هذي متروسة شواك بس ما شاء الله من شفتك يعني سويت كذا تقارير عن العيفة شفناها بالعين والله العظيم اني قلت اللي دور العيفة طلعها لا كل العيفة هي نعم والله شي راهي شي طيب لذيذ هذا الجزب الأخص يا موكت خبرتنا عن البطن أنا بس منه شوف العيفة وروح صوبها إن شاء الله ما شاء الله شي راهي والله والله شي راهي يزاكر الله خير يا بوي يزاكر الله خير ما تقصى ميزان حسناتك يزاكر الله خير موسيقى